أين الدواء؟ وما الأسباب وراء شحه؟ ومن المسؤول؟ أسئلة يطرحها رواد المشافي العامة التي باتت تفتقر إلى أبسط أنواع الدواء ما أجبر المواطن على خوض رحلة البحث عنه من جيبه الخاص إدارة الصيدلة بوزارة الصحة من مهامها المساهمة في وضع قائمة الأدوية الأساسية وإصدار القوائم النمطية وترشيد استهلاكها وتوفير مخزون استراتيجي منها ووضع آلية لتوزيعها من 2011 إلى الآن كنا نعتمد على احتياجات عاجلة ضرورية تكلفات مباشرة أو إغاثات السبب الذي أدى إلى نقص المخزون بتاعنا حوالي من 2013 بدء المخزون الأدوية ينقص نحن كإدارة صيدلة عددنا احتياجنا من 13 سبعة وأحناه للتنفيذ نستغرب إلى الآن في شهر 2 2018 لم يصل أي شيء للمواطن البسيط المريض تكلفات إدارة الصيدلة يتلقاها جهاز الإمداد الطبي الذي يشتكي من البريقراطية الإدارية وعدم تسييل المبالغ اللازمة لتوفير الدواء للمستشفيات العامة فيما يخص جهاز الإمداد الطبي لا يوجد لدينا شيء لا يوجد لدينا تكليف بالأحرى لا يوجد لدينا تكليف لم يتم تنفيذها أو لم يتم إحالة المصر في مركزي لفتح اعتماد كل ما أحيل إلينا من تكليفات صادر على الوزارة تم تنفيذها حاليا خلال سنة 2017 طالب الجهاز بمبلغ مليار و300 مليون لتغطية احتياجات الدولة لسنة 2017 تمت الموافقة على 700 مليون من قبل وزارة المالية لم يسيل حد الآن سوى 315 مليون وهذا مبلغ كامل مرة نكرر أنه مبلغ زهيد جدا لتغطية اي احتياج سأعزد على ذلك هي الإجراءات البريقراطية الطويلة والصعبة التي يخوضها الجهاز لفتح اعتماد خاص بالأدوية شح الدواء المعتمد رسميا يقابله تدفق غير مسبوق لأنواع من الأدوية التي دخلت إلى البلاد بشكل غير شرعي ولا تحظى باعتماد وزارة الصحة بعض الأحيان تورد معلومات أنه يوجد دواء غير مجلول هوي نعم نتيجة مثلا دخول غير شرعي دخول غير شرعي غير معلوم كيف دخلنا هذا للسوق وزارة الداخلية لها دور في هالأمور مصحة الجمارك لها دور مركز الرقابة لها دور الوعي المستهلك نفسه لها دور تم التحليل في المختبرات الأغضية فقط على 14481 عين الدواء تم عدم الإفراج على 128 شحنة في 128 شحنة تم عدم الإفراج عنها وتم الإفراج على 2171 شحنة خلال 2017 في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد تعطلت عملية توفير الدواء ما أقلق المواطنة أن لا يجد حاشته من دواء كان بالأمس القريب في متناول يده